نهاية عظم حبي تاريخ اليوتيوب باخر فترة كتير حكيتولي انه ايش هدي انس وبيسان اختلفوا شو قصة انس وبيسان شو صار مع انس وبيسان ليش انس وبيسان اختلفوا خلاص وصلته عندي هتعرفوا كل شيء اوكي لا هلا ما في تقرير رسمي من انس وبيسان ما في تقرير رسمي انه شو سبب انفصاله ما منعرف اصلا انزو هي حتكون دراما او شيء لانه حاليا باليوتيوب الله ولكيكو صار كل شيء هيك بس مشاهداتك بس دراما معلم بس هيك صير الجدل مثل من فترة واحد طلع لكم محلم موت حاله بس مشان يشتعر اي شو قدكن احزمني كمعلم سوشال ميديا عرب اعمل اجانب ازا يشوفونا حيتحقوا علينا الحمدلله انه ما يعرفوا عربي يا جماعة ما بحكي لكم انه انا سوبيسان من جماعة الدراما لا بلك يمفصلوا كمان بس اللي عم شوفوه حاليا بالسوشال ميديا ما عاد اعرف بس هيك عاد معلم شو صار هل هي دراما هل هي تركته هل هو خانه هل مفصلوا عن جد ما حدا بيعرف ازا بتحطوه عليوتيوب حاليا مشكلة انس وبيسان طبعا بتشوفو فيديوهات معلم مالا داعي ازا بتحضرهم كلها ما بتفهم القصة ابدا وما في تقرير رسمي من الشخصين طبعا بهيك امور كل الناس رح تطلع بس هيك حكي فاضي مثل اللي حاليا انا ما عم نوصل المتابعين المحترمين العزاء اللي بدون يعرفوا طبعا يا جماعة اخر فيديو طلعوا مع بعض انس وبيسان من اسبوعين اللي هيو ضربنا بعض انا وبيسان وما بتتخيلوا انس وعمل مريانا طبعا هي مريانا يوتيوبر سورية موجودة بتركيا فهنن اجو ضيوفو لعدها اوكي هذا اخر فيديو ازا بتجوا عن بيسان اسماعيل ما شاء الله علي ولا هاما الوضع يا معلم ولا بتطلع تحكي المشافي السوشال ميديا هيو ما بتدخل لا على اليوتيوب لا على تيك توك لا اي مكان امدلا 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 كل الناس عم يحكوا بسيارة ما بتطلع بستوري توضح شو صادق يعني معلم ايش عم يصير انا عن نفسي صرت بدي اعرف ايش القصة صار عني فضول اعرف ازا بتحطوا هون بيسان اسماعيل متل ما تشوفوا هون من قبل اليوم لعبة الكراسي الموسيقية في المسبح عم تصبح انس مو معون عم تصبح بيسان ولا هاما يا عمي البنات ما بعرف ليش يك عطول ما بيهمون بس الشباب يتمر طبعا يا جمعا بنزح مو كل الشباب يعني في بنات كمان يتمر طالع معمو فلوغ ونارين وشيرين ومسكين انس ما بعفينو عالي ازا بتفوت ع حساب انس الشايب وبتبحثوا عن بيسان لاغوا انو لاغي الفولو عنا ايوكي وتارك الفولو عن فانس بيسان وانس اوكي اذا بتفوتع حساب بيسان تبحثوا عن انس ما في انس شايب وينو شوفوا حساب انس هون الاساسي لا غير فولو عنو بس شو تاركي الحساب الاحتياطي هاد حساب انس الاحتياطي ما متل ما شفتوا بأيوكم خلونا نكون صريحين يعني انا هيك امور ما بتدخل مخي بصراحة اه ما بيعدي هيك امور علي لانو حعاليا بالسوشيال ميديا شايف كل شي يعني بتابع اخبار للكل بصراحة يعني ما بدي اكسب عليكن طالق بتابع اخبار للكل بصراحة ومن كتر اللي ما انصدمت بالمشاهير والدرامات اللي عم يعملوها حاليا صرت اي شي صير معت اصدق معلم فورا اي حتى لو كان في مشكلة بيناتهم قولهم خلاص خودة مشاهدات معلم دراما دراما مشاهدات معلم فانا ما عم بحكي لكم وارجع اوضح لكم الموضوع بعدها ما عم بحكي لكم انه والله اللي صاير بين انس بيسان انه والله دراما وفعل دراما او في شي مخبينه تمام وما بدون يعلون عليه طبعا انا يا جماعة حاليا في سوشايا ميديا موجود لما ينحق عني من شخص شخصين ممكن ما اشوف لما ينحق عليه لما السوشايا ميديا كله تقلب عليه اكيد راح اشوف يعني واكيد راح اوضح للناس انه في هيك صاير يا جماعة احسن ما ينحط الحق على انس او ينحط الحق عبيسان ممكن هذا الوضع خاص بين ناتم وصير بس اقل شي اطلع فيه توضيح بسيط NES Hola. اطلع اوضح الموضوع هيك هيك صاير يا جماعة وخلص الناس تضل بتحكي وهيك اوكي اه بجوز مشان تكتر المشاهدات عندهم مشان يصير البحث على اسمهم اكتر وهذا الشي طبيعي يعني ان واحد اه بيخلي اسمه يطلع اكتر اه تزيد مشاهدات وهذا رزق بالنهاية طبعا من نشوف رأي الناس بشي اللي صار من بعض الفيديوهات اللي شفتن انا بصراحة ان شاء الله تتصالح معه وما يفترقوا عن بعض بحبكم كتير والله هسه زعلان على افراقكم فيه ناس تحبه وما بعض فيه ناس تخيلوا انه فيه ناس تقتدي بالشخصي بالشخص اللي تحبه تكون الشخص مشهور ويحبه جوز يبكوا عليه بجوز ما تعاو فيه ناس هيك والله والله بصراحة اشوف كتير ناس هيك اه حرام تفضل وغدارة غدرت بهذا المسكين انس الشايب الوفي الغيور وترقده ورا المصاري يعني متل هو التعليق بالله انت فهمان شي بالله عليك انت فهمان القصة عم بتحكي هيك من عد حالك انا يا جماعات الخير بصراحة من اول ما صادت مشكلة بين انا زبيستان اي يوتيوبر يقولك انا ما بدي مشاهدات بكون كذاب يعني انا بدي اطلع ايه اجيب مشاهدات بس انا مفهمان القصة ما بدي اطلع احكي وما فهمان شي عن القصة وزا بتلاعظوا انا يعني اي مشكلة اوقات ما بحكي عليها ابدا اوقات بكون اخر الناس بحكي عليها وبكون بطلع بحكي يعني ما بحب انه اظلم هذا بصراحة ما بعمل فهذا موجه الكلام لكم يا جماعة كل واحد شاف الفيديو لا تظلموا لا تحكموا لا تعملوا شي زي ما تعرفوا الحقيقة يعني هذا الشي غلط والله غلط هذا الشي اوك بسم الله لنشوف الفيديو يلي الناس هيك عم تحكي علي انس وبيسانه شو هو الفيديو لنشوك خلص لما نواعده يطلع يغني ايغني موجه ووجه الانس الانس حيث كانت كلمة اغنيك ما قدرش هستغنى عنك حبيبي وربناك بحبك يا صاحبي اخويا وحبيبي للاوجه طبيبي حلوة حياتي بي وهلك من توقع ابيسان اسماعيل بدأت تفار من سفر انس الشايب وعلى قمرة فائلة القيام وبدأت تحاول بسم الله يفسروا يلبسوا عكيبهم يا جماعة شفتوا يا جماعة الخير الله يا جماعة مش هيك انو ما بطلع بحكي عن شغلات ما بعرف فيها بس بدي اطلع واجيب مشاهدات ايه بطلع بجيب مشاهدات بس ما بدي اطلع اجيب مشاهدات وانا نح اظلم الشخص اللي عم بدي اطلع احكي عليه مصابطة والله اذا بتحطوا هون مشكلة انس وبيسان بتشوفوا يعني في كتير ناس حاكي ما فهمت شي ما فهمت شي ما فهمت ابدا يعني اذا انتم فهمتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتان انا بعرف شغلي وبقتنعي بشغلي اذا ما يطلع اه توضيح من الشخص نفسه صاحب المشكلة توضيح حتى لو شو ما كان المهم يطلع يوندخ خلاص بنفهم القصة ما فينا نحكم يا جماعة احنا مو قاعدين معهم نفس البيت هذا رأيب مشكلة وبتمنى وصلتكم للفكرة كلنا فما بعرف يا جماعة اذا كانوا يحبوا بعض الله يفرقون واذا صار شي اللي بيناتون يكون لخيرون مش الله يبعدون عن بعض تمام فما مفش دعاكي غير ايكي فبحبكوهم كتير بتمنى يكون نال عجالكم هون الفيديو لا تنسوا تتابعوني الانستغرام هوني واللي ما شترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل الجرس حبكوهم كتير؟ قام معكم شادي بشوفكم فيديو جديد سلام